في يوم من الأيام كان عندها محترف مصر في الدورة الدنماركية أصبح بعد كده واحد من أهم اللعيبة المحترفين في تاريخ مصر وهو اللاعب محمد زيدان اللي بدأ في صفوف نادي صغير في الدنمارك وهو نادي بي كي قبل ما يكسر الدنيا مع نادي ميتلاند وبعدها بقى كانت الانطلاقة العظيمة جداً في البوندسليجا مع فيردا بريمين وماينز ثم هامبورج وبروسيا دورتوند لكن مش كتير يعرفوا ان احنا كمان دلوقتي عندنا لاعب نصري محترف في الدورة الدنماركية ولكن في دورة الناشئين تحت 17 سنة مش بس كده ده كمان بيلعب في صفوف المنتخب الدنماركي تحت 16 سنة من هو اللاعب ده ده اللي هنعرفه في حلقة النهارد ولكن قبل ما يدخل في التفاصيل عايز اقولكم ان احنا بنحاول ان احنا نقدم لكم حاجة تكون لها قيمة واضافة للإعلام المصري علشان كده محتكين دعمكم للإستمرار من خلال اللايكس والكومينس علشان نقدر نوصل حلقاتنا ونوصل صوتنا لأكبر عدد ممكن والأهم من كده انكم دلوقتي تعملوا سبسكرايب قبل ما يدخل في التفاصيل وتفعلوا الجرز لان اللي جاي مختلف جداً في كشاف النجوم مالك بخيط هو اللاعب مصري دنماركي بيلعب في الدور الدنماركي تحت 17 سنة في واحد من أندية القمة في الدنمارك فإذا كان كده في مصر فيه أهل وزا مالك ففي الدنمارك فيه برومبي وإفسي كوبنهاجن مالك بيشارك في صوف نادي برومبي الحاصلة على عشر ألقاب للدوري الدنماركي على مستوى الكبار وبيعتبرك بشكل عام هو صاحب أو بيجي في مركز الثالث على مستوى الأندية الأكثر فوزاً أو تتويجاً بالدوري الدنماركي للكبار مالك من موليد الدنماركي عام 2005 سنه حالياً 15 سنة بعد 3 شهور تقريباً حيتم 16 سنة وهو من قب مصري وأم دنماركية بدأ عشق وحب كرت القدم والمهارة تظهر على مالك من وهو في سنه صغير جداً علشان ينضم النادي صغير اسمه فرام آبا وفي سن 9 سنوات بيلطحك بنادي برومبي وهو مستمر معاه حتى الآن مركز مالك في الملعب هو مركز الباك رايت لكنه كمان بيجيد اللعب في مركز الباك ليفت ومن أهم مميزاته المراوغة واحد ضد واحد القوة في الالتحامات واللعب بكلتا القدمين مالك تم ضمه له منتخب الدنماركي تحت 16 سنة وهو حالياً بيشارك مع منتخب الدنماركي ولعب مبارتين سجل خيالهم هدف كان لنا في زا سكاوت لقاء مع مالك سألنا عن حاجات كثيرة تعالوا نشوف ونسمع قال ايه ونرجع نكمل حلقاتنا مع بعض مرحبا مالك في زا سكاوت حقاً نظر أننا نظر أنك أحد من الأشياء الثلاثة الثلاثة الآن في أوروبا إذا أخبرني، هل أحد أحد في فدرات الإيجابية تسمعك أو أي شخص الإجابات الإجابية؟ شكراً لأنني نظر أنني كثيراً 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 في أوروبا وكثيراً، موجودت إيجابية فوتبال initiatives التي اقوم لوني ولكن موجودة بعض مجالب البحرية بالإيجابية مثلاً لوني ولكنهم لم يوجود أي شخص الإجابية Illallah لنتمت نج nest in 2016 هل فعلاً أن هذا يمكنك من إ Family Whether Evropa إذا كل ما hotels الشيء هو أن يكون ذاكرياً والتي تسقط عن أخراج أماكن لأن لا يمكنني إختلاء أخرج قبل أن أرحب سدفع حسنًا، إذا كانت تحدث عن هذا النجاور للجاسيسيية الأشياء ستبع هذا الأمر؟ كذلك، أتركت كل حياتي أخراج ولكن لو كانت تحدث لتحديث سيكون هناك تسلح يمكنك أن يكون بشيء ميزع في جميع كمعابلة نحن لي أن نجعل أي شيء لهذا سيكون بشيء ميزع من تلك الخلافة التي تتعلم ، أن ؟ لا أستطيع إختصار للمشاهدة بما ينزل لأنهم من جميع مح주� 돈 أولاً هم سي�든ت أنه رأيتما على أي شيئ لا بدان تبقى على البدن وإن إجابته المفرأة لأدفع الأسفل وشيبيناك من أجل المقارب الأنوية الأموية هل من دماء في التعامل المعارفة لقد قمت بها كل ما يمكنه في المنطقة إيجابة أفريقان كبيرات وإنما أفريقان 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 من المعرفة التي تشعر فيه وراءه وراءه في المنطقة؟ أردت إلى تريند أليكساندر آنوف من لفرقول وكايل ووكا من مانشستر لأنهم لديهم بعض الناس فيه التي أريد أن تتعلم فيه لأنه أصبح أفضل مني ويؤدي إلى خلال كثير من الجيب أن تكون مختلفة لذا كان يمكنك أن تكون مفيدة من جيد جيدا أجل أن أردتك في الأفضل الغالبية أفضل الغالبية أفضل الجزء أن تأتي إلى الشعب والأفضل الغالبية في العالم أفضل أن أفضل أن الفضل من البداية هو بإهرباء من أرقا إنه جميع فتبولة جيدة أفضل من أفضل جيدة جيدة كما أتحدث عنه قليلاً لديه في المعارضة وهو جيد لفتبولي وهو يترك لفتبولي الى الآخر وهو جيد جيد لفتبولي وفاقه الهدفة في العالم هو كلام مبابا وهو جيداً لديه ومع الكثير من تلعبات وهو يفعل شيء يمكن أن يفعله شكراً منك شكراً لك على المشاهدة كان مجمع جداً لك أنه سؤال هذه المساعدة وأنا أتمنى أن أراه في المتحدة إذا كان هالند ومبابيو أنسو فاتي هم أبرز المواهب العالمية الصعدة بقوة على مستوى كرتب قدم دلوقتي في العالم فاللعب النمساوي يوسف ديمير هو واحد من اللعيبة المتوقع أنه ما يقلش عنهم أبداً في خيال السنتين الجايين يوسف ديمير لعب نمساوي زي ما قلت ولكن من أصول تركيا عمره 17 سنة هو مواريد عام 2003 وفي نفس الوقت هو بيلعب دلوقتي في الفريق الأول لربد فينا النمساوي طريقة لعب يوسف ديمير لحد ما يعني طبعاً أو مع الفارق بتشبه طريقة لعب ليونيل ميسي نجم برشونا الإسباني طريقة المراوغة واحد ضد واحد القدرة على التمرير الجيد والرؤية الجيدة والأهم من كل ده صناعة وتسجيل الأهداف في سن 15 سنة تم اختيار يوسف ديمير أفضل لعب في بطولة تحت 19 سنة في النمسا مش بس كده ده كمان في سن 16 سنة أصبح أصغر لعب يمسي الفريق الأول لنادي رابد فينا النمساوي يوسف ديمير كمان لعب دولي لعب لمنتخبات 15 و 17 و 21 للنمسا وفيه مطالبات دلوقتي بضمه للمنتخب الأول علشان يقفلوا الباب بقى تماماً أمام فرصة انضمامه للمنتخب التورقي القيمة السوقية الحالية ليوسف ديمير هي 5 مليون يورو وفيه اهتمام كبير جداً من أندية كبيرة وعالمية زي نادي مانشستر يونيتد ومانشستر سيتي وبيرن ميونيخ بخدمات يوسف ديمير موسيقى